طيب احنا كنا طرحنا هنا مجموعة من الأفكار طرحها الدكتور صلاح الغزالي حرب في حلقة كان معنا الأستاذ الدكتور عمر حلمي وزير الصح الأسبق وكان الكلام حوله إذا كانت الدولة بتصرف 9 مليار أو 10 مليار أو 14 مليار على العلاج على نفقة الدولة إيه رأيكم أن ندوم للمستشفى تنطورها وتنقلب خالص حكاية الفلوس أول بول ونفس حاجة أسمع علاج على نفقة الدولة أنت هتدخل تتعالج لأنك مواطن وكان الدكتور عمر حلمي معترض على ده خلونا نشوف جزء من الحلقة دي ونرجع تلك فجأنا الدكتور صلاح الغزالي حرب في الحوار الوطني بطرح فكرة إلغاء العلاج على نفقة الدولة أنا بقالي 10-12 سنة بكتب مقالات أو كيف مهزلة العلاج على نفقة الدولة دين مرة واحد دين مرة اتنين أنا بتكلم دلاتي مش كطبيب أنا بتكلم باسم المريض تمام شفت مئات الألاف من المرضى وأقدر أقول دايما الجملة دي بقولها ولازم أقولها برضو المريض المصري أو المواطن المصري عندما يصاب بالمرض كأنه دخل نفقا لا يعرف متى وكيف يخرج منه في حق دستوري للاجع نفقة الدولة في أمراض ده مثلا الغسيل الكلوي كان من قام عبد النصر يطلع بأي إنسان عنده غسيل كلوي غني أو فقير من حقه أن ياخذ الجلسات ده حق دستوري كان مجانا أو نفق الدولة جاه في وقت العلاج بقى مكلف أو الطب تطور من آلات تشخيص بسيطة ومن اعتماد على خبرة كل واحد وقدرة على التخمين وكده إلى الطب المبنى على البرهان هذا كان الحوار اللي طرحناه في حديث القاهرة وكان امتدادا لما طرح في الحوار الوطني الذي لم يخرج بتوصيات في هذه القضية ولا نعرف إذا كان حيرفع التوصيات وهتكون في رؤية ولا لأ لكن ده طرح ده أفكار على طول طلعت شائعات الحقه الحكومة بتسخن عشان حتلغي العلاجة على نفقة الدولة مع إن ده في الموازنة مش صحيح خالق ولا حد جاب سيرة إن الدولة هتلغ إحنا بنقدم أفكار إحنا متوازين مع الحوار الوطني وبنحاول نطرح الأفكار اللي بتطرح ربما نساعد جميعا في بناء هذا الوطن في تصحيح الأخطاء وزارة الصحة النهاردة أكدت يا جماعة لها صحة لإلغاء العلاج على نفقة الدولة مفيش إلغاء للعلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة وقالت إحنا ما أصدرناش أي قرارات بهذا الشأن فضلا على إن الموضوع ده ما اتطرحش للنقاش في وزارة الصحة أو الحكومة وزارة الصحة أكدت على استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون إلغاء مع تقديم كل خدمتها الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية بالمجال عرفنا كمان إن خلال فترة من يناير 23 لواحد مايو 23 تم إصدار حوالي مليون ومية أربعة وتمانين ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة كامل خمس مليارات وسبعمية اتنين واربعين مليون وستمية وحداشر ألف نتمنى أن يستفيد منها هؤلاء المرضى ابناء الشعب المصري ويكونوا بقوا بكامل الصحة والعبية